عشان ربنا يحسن لي قدم الأول في مقدمات لذلك لما حس سيدنا يوسف بالحرمان زي ما قلت حضرك الموجودة الكلام دي عند القرطب في كما في التفسير في تفسير سيدنا يوسف وغيره من أهل التفسير فسيدنا جبريل نزل عليه وقال لا تشتغل بهذا واشتغل بهذا الدعاء يعني سيجب من الحرمان خدوك ورموك وعملوك ومش عارف ايه وخلى عندك كده الي يكن في ربنا وعلموا دعاء والله ما أروع هذا الدعاء وما أجمل هذا الدعاء كأنه بيجسد حياتي وحياة حضرتك والسادة المشاهدين وأنه بيرسب لي الطريق عشان يقول طبب على قلبك ربنا بيحن عليك فسيدنا يوسف قال ايه اللهم يا مؤنس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا أمان كل خائف ويا منتغى كل شكوى ويا كاشف كل قرب ويا حاضر كل ملأ يا حي يا قيوم أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير شوف الإصطفاء عمل إزاي أنا ما تجرد من كل الدنيا من إخواتي من ريبي من من يعني أصابني منهم الأذى وخليني معه في الآخر قد أحسن بيه أيوة هيحسن ربنا لك بس بشار خلي عندك أنت اللي من خلال الإقبال على الله الثقة اليكن في الله خليك في أحضان ربنا في معيدة ربنا لما سيدنا يوسف بعد أربعين سنة والأمور قصة جبيرة جدا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا طب وبعد ما من علينا قد أحسن بيه أيوة أنا محتمل ربنا يحسن لي وخلي بالك كل مظلوم ربنا هيحسن له هينصره بس ما يفوق كل مظلوم يعني رمح موله على ربنا لما سيدنا يوسف عليه السلام وشوفه بقى الأدب الأدب والتواضع والرحمة والشفقة وسلط الرحم لما ربنا أحسن به ما تكبرش على أخواته ما هنا يا شيخ فاتحي سبحان الله يعني البلاغة في سيدنا يوسف يقول من بعد أن نزغ الشيطان وبيني وبين إخوتي يعني دخل نفسه في القصة يعني كأن الشيطان وقع ما بيننا يعني روعت يعني البلاغة في التعبير فكرة أنه هو حس أنه كأنه إحنا اللي اتنين خلاص حصلت حاجة ما بيننا وعفى الله عن مساء طيب شوفي الأدب احنا بنكلم بيقول أن بعد ما ربنا يحسن لك إيه وقت تكبر على أخواتك إيه وقت تشفى في أخواتك إيه وقت كدل أخواتك سيدنا يوسف لما تربع وعدينه قدامه من بعد أن نزغ الشيطان وبيني وبين إخوتي الله كلمة النزغ هنا الدفع كلمة النزغ هنا الدفع وخلي بال حضرتك التحريش اللي عمله الشيطان الأسلوب اللي من خلاله استخدمه سيدنا يوسف علشان برضو خلي بال حضرتك إخوات يوسف دلوقت كأنك لو استشعرت الموقف كده وقفين في مكانة لا يحسدوا عليها في مكانة اللي احنا عملناه وسوناه فسوناه طولة جدا في الآخر ربنا ينصره علينا ويمكن له ويبى هو عزيز ماصر وإحنا وقفين قدامه كده ومع ذلك يرفع من كرمتنا ويجبر بخاطرنا وما يسئش لنا ويبى بعد كده حتى علشان ما يزودش الأسى عندهم والحرمان عندهم والكهرة عندهم والغلبة عندهم لا 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 من بعد أن نزغ الشيطان كأن الشيطان هو الأساس وفي تفسير تاني من بعد أن نزغ الشيطان أي أن الله أزاح وأزال نزغ الشيطان من يوسف فلم يكن ليوسف دخل إنما كان دخل الشيطان مع إخوة يوسف بس إنما سيدنا يوسف ما عندهش الكلام ديه فهنا في الموقف كده بقولك ايه وعت الشافة في إخواتك سيدنا يوسف رفع من كرميتهم برغم وجبر بخاطرهم برغم إن محد الشاف اللي شافه يوسف من الحرمان والبعد والسجل والأذب والامتهان اللي حصله في بداية حياة ومع ذلك من بعد أن نزغ الشيطان وبيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء ما هنا كأن ده الكاتالوج اللي يتمشي عليه علشان تعرف توصل لسلامة القلب اللي تسامح بيها وتعفو بيها مسألة إن ربي لطيف لما يشاء دي محتاجة إعداد وتحضير يا شيخ فتحي زي ما حردك قلت هو من قبل السجن وهو بيدي إن هو يعني ما يشغلهوش الأزية عن ربنا إيه معنى والمقصود إن ربي لطيف لما يشغل الله عليك خد كده الموقف أحسن بي وقلت زي ما حطيت كده من شباب أقولك إن فيه تجهزات من الأول من الذي يدبر الأمور بحكمة الله ومن الذي يهيئ الأمور بقدر الله بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمور بلطف وبحكمة ويسوق الخير في وقت مناسب للإنسان لا يتخيله الإنسان فيدير شؤون الإنسان بما يصلح هذا الإنسان في الوقت الذي أراد الله له السعالة والإصلاح فيه وده مرتبط بنيته من البداية اللي هو أحسن بي بالضبط اللي هو من أول أنت مع ربنا التحضير التحضير سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه بيقول أنا لا أبالي لا بعسر ولا بيسر أصابني لا بعسر ولا بيسر قال لا ليه إن ربي لطيف طب اللطف هنا فيها يا مولانا الإمام علي قال لك لا إذا كان عصر من عند ربنا فالعصر محتاج صبر ومجاهدة لله رب العالمين لو ربنا أديك عصر ده لطف بس بديك مع العصر لطف فبتصبري وبتجهدي وقت ما تجيلك المشكلة والمحنة انت صبر من الذي أعطاك الصبر ومن الذي سبب إليك أسباب الصبر ومن الذي أنزل عليك التثبيت ومن الذي ساق إليك المجاهدة والعزم هو الله طيب اتنين وإن كان هناك يسر أصابني سيدنا علي قال يحتاجه حمد وشكر الله رب العالمين قال له من اللي هيجري على لساني إنه نقول الحمد لله واشكر ربنا بأي نعمة ربنا سكها لي إنه الله قال له يبقى معنى ذلك إن اللطف بتاع ربنا في العصر واللطف في اليسر في كل الأمرين ربنا بيدبر أموري بما يصلحني في الوقت نفسه اللي من خلاله حقك ليه السعادة باللطف بتاعه سبحانه وتعالى وخلي بلاحظك إيه لطيف ضيئة يعني أموره بتجري تدبيره بيجري بس بقدر وخلي بلاحظك الجزء ليه محتاجة بجأة تدبر جدا عاو سادة المشاعرين ما يركزوا حيثة لي جدا جدا خالص لا يحسن لا يحسن الإنسان التدبر في اللطف إلا إذا أحس بالحكمة في القضاء والقدر العلم في الأول وفكرة المعاني والمعرفة بالله وإيه اللي بيحصل في الدولة أيوة مش أنت ربنا لطيف علشان توصلك الجزئية دية وتفهمها كويس افهم الأول افهم الأول اللي عبرة في القضاء وتدبر فيه القضاء والقدر عملك ليه ساكلك ليه حرمك ليه أعطاك ليه رفعك ليه نزلك مش بتحتي لما تفهم العلم الأول هترجع تقول ده ربي لطف فعلا ترجمة نانسي قنقر